مجموعة الأحداث تنتهي بالcell division البداية بخلية وننتهي بخليتين انقسام الخلية تضاعف عدد الخلية section into phases تنقسم إلى مراحل زي ما احنا شايفين في الصورة G0 G1 S G2 M دي phases المراحل طيب اللي هي نقطة مهمة جدا اسمها checkpoints هي عبارة عن المحطات دي بيتمي فيها فحص السل أثناء قبل قبل ما بيحصل في المرحلة النهائية المحطات دي زي ما شايفين معايا في الصورة المحطات دي في عندي G1 checkpoint G2 checkpoint M تلت محطات المحطات دي محطات control لا تسمح إلا بمرور الخلايا الهلسي وبالتالي cell division بلتالي replication duplication الخلايا الطبعية وإلا لو كانت الخلايا الطبعية ببقى فيه proteins البروتينز دي بتعملني suppression 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 يعني توقف تثبط cell cycle suppression for the cell cycle طبعا الصبريشن ده ممكن يؤدي إلى عواقب زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله يعني ممكن يمنع الخلايا الجير طبعية انها يحصل على cell division ولكن ممكن يحصل عواقب أو مشاكل من suppression of the cell cycle تكدس للخلايا في مرحلة وتوقف مراحة السيل سايكل عند هذه المرحلة apoptosis هي عملية نهاية الخلايا النهاية programmed cell this الخلايا في الآخر خالص بتبتدي ايه بتموت وهي بتموت بيحصل لها shrinkage shrinkage يعني تقلف الحجم ودي من ايه اللي تكون يبتدي يحصل له fragmentation يتحطم الخلايا بتبتدي تظهر لها بروزات بشي فيه كده اسمها بليب من بريم بليبينج وتبتدي الخلايا تستعد لمرحلة انها تتحول الى fragments قطع او نقول عليها apoptotic pods القطع دي طبعا بتثير خلية مهمة جدا اسمها macro fish بتيجي تعمل processing مشهورة جدا اسمها phagocytosis تيجي تاكل apoptotic pods وتيجي تطلع المواد اللي دخلت في التركيب بتاع الخلية ويوعاد استخدام المواد دي في عملية جديدة اسمها المواد دي المواد دي المواد دي